بسم الله والحمد لله والله أكبر ربنا نتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابه من الواضح أن الإنسان عموما عبر تاريخه يعاني من عدة مشاكل قلقية أرقية قلقية انهيارية وهم مجرد فمسنا واحد هم الذاكرة لأنعم الله وذيكون لصفة الله لصفة الله واسمائه الحسنة وذاته العلية والبالية وكذلك الذين هم في تقوى حقيقية يقول إن الذين انتقوا إذا مسوا طائف حجم عليهم طائف للشيطان أي عنصر يعني مؤذن طائف للشيطان تتذكروا أنه عندهم رب يحميهم فإذا هم مبسلوا وينهم يذوم؟ حتى في أمة الإسلام ليس هناك كثير من هذا النوع لكن لا يجب أن أعلم يذوم هم يذوم كلهم ماذا ليس 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 للمسلم والسلام